في طريق التعاون والتنسيق الأمني المشترك بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قام الفريق ركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة حيث كان في استقبال معاليه لدى وصوله إلى أبو ضبي الفريق اسمه شيخ سيف بن زايد ألن هيان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وقد عبر معالي وزير الداخلية عن خالص شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا للمواقف الأخوية الداعمة والمؤيدة لجميع الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين في الحفاظ على أمنها واستقرارها والتصدي بحزم لكل من يستهدف وحدتها الوطنية ونسيجها الاجتماعي منويا إلى أن هذه المواقف الأخوية جاءت انطلاقا من عمق الانتماء والترابط ووحدة المصير المشترك وقد تم خلال اللقاء بحث أطر التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في إطار العلاقات الوثيقة والتاريخية والجهود المشتركة لتطويرها بما يسهم في تطوير مسيرة التعاون والتنسيق الأمنية